تتواصل دعوات النفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمشاركة في صلتي الفجر والجمعة في هبة الكرامة ضمن جهود التصعيد لانتهاكات اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على الأقصى وشدت دعوات على ضرورة مواصلة الهبة ومواصلة شد الرحال إلى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفجر وجمعة هبة الكرامة بتاريخ الرابع والعشرين من يونيو لعام 2022 مؤكدة أن هبة الأقصى خطت بالدماء لذلك يجب أن نفير إلى ساحاته وأشارت إلى أن الهبة مستمرة للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في فجر وجمعة هبة الكرامة لإحباط مخططات الاحتلال الساعية لتهويد مدينة القدس المحتلة وبالتوازي مع ذلك انطلقت دعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك والرباط في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة وسبق أن أكدت حماس على أهمية الرباط والحشد في المسجد الأقصى لحمايته وإفشال مخططات الاحتلال ودعت حركة حماس الشعب الفلسطيني في كل أنحاء الأرض المحتلة للمضي في مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى ودعم المرابطين فيه وإسناد المبعدين عنه مشيدة بالجماهير الفلسطينية التي ضحت ورابطت ولا تزال تشكل درعا حاميا للمسجد الأقصى من الاقتحامات الاستفزازية وإفشال المخططات الصهيونية لتدنيسه ترجمة نانسي قنقر